ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كبروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلفنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك ممجنون لما تغتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافرون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سمة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للماضرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع ذاتبعه شهاب مبين والأرض مدلناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مغزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرون إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسعون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسعون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعونه ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لنسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسعون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن ولهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقزو إما المتقين في جنات وعيون إما المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمن ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سهاما فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغناب عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فدم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يطلط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبتم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك لما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر لأهلك بكطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يرتفت منكم أحدا وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي زكرتهم يعمعون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتينا لهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر